أعقد يوم أمس المؤتمر الصحفي الخاص لأسبوع بريف الدولي للقتال 2023 والذي تحت ضينه مملكة البحرين تحت رعاية اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أنه بالأول لرئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي تنظيمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة والاتحاد الأسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في الفترة من الخامس إلى السادس عشر من ديسمبر المقبل وبهذه المناسبة قال رئيس منظمة بريف السيد محمد شاهد إن مملكة البحرين ستحتضن ثلاث نسخ من بطولات بريف سي أف لفنون القتال المختلطة للمحترفين كما ستشهد الفعالية إقامة النسخة الرابعة من بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواء وأضف الشاهد إن رؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد عززت من مكانة البحرين على خريطة الرياضة العنبية حيث استطاعت المملكة أن تحقق العديد من النجاحات على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة والتي دفع بها أن تكون في طليعة الدول للمستوى القاري والدولي من جهته قال رئيس الاتحادين البحريني والأسيوي لفنون القتال المختلطة السيد محمد علي جنبر إن مملكة البحرين ستحظى بتنظيم النسخة الرابعة لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة حيث ستكون أول دولة خليجية وعربية تحتضن منافسات هذه البطولة منظمة بريف اليوم تحتل مكانة مرموقة ليس في البحرين وإنما في العالم كله إذا بنتكلم عن لعبة فنون القتال المختلطة عموما اللعبة تحتل قاعدة جماهرية كبيرة اليوم في العالم اللعبة صارت ضد شعبية كبيرة يمكن تنافس كرة القادم فلا شك إن وجود البطولة في مملكة البحرين رح يدفع العديد من محبين هذه البطولة ليس في البحرين وإنما في المنطقة للحرص على الحضور ومتابعة خصوصا المقاتلين اللي أهم ممكن يشجعونهم أو الفانز لهم وجود أسبوع بريف دول القتال سنويا في مملكة البحرين بحد ذاته هو إنجاز كبير يضاف لسلسلة الإنجازات في مملكة البحرين وللرياضات القتالية بشكل عام السنة يمكن الحدث المميز في أسبوع بريف دول القتال هو احتواء على ثلاث نسخ من بطولة بريف بالإضافة إلى بطولة آسيا اللي تقام لأول مرة في الخليج وفي المنطقة واللي راح تحتضن النسخة الأولى من بطولة آسيا للشباب تحت 18 سنة اللي تقام لأول مرة في تاريخ اللعبة ليس في آسيا وأنها في جميع القارات هي بداية لانطلاقة البطولات القارية لهذه الفئة تحت 18 سنة